بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم أعزائي الطلبة طلبة سنة أولى ثانوي نكمل معكم دائما مع نماذج الفروض والاختبارات للفصل الثاني وإليكم التمرين الثاني إذن التمرين الثاني نقرأه مع بعض إذن تسير السيارة على طريق وفقي A B C D على الجزء الخاشن A B إذن هنا لدينا الجزء الخاشن A B تسير بسرعة ثابتة مقدارها 15 متر على الثانية لمدة 20 ثانية وشدة القوة المحركة للسيارة F M هي 200 نيوتن إذن أول حاجة رح نسجل هذه الملاحظة كنا على الطريق الخاشن A B تسير السيارة بسرعة ثابتة يعني من الأحتل بسرعتها ثابتة وتقدر بـ V تساوي 15 متر على الثانية ومدة طبعاً المدة الزمنية هي T تساوي 20 ثانية ولدينا القوة المحركة F M تساوي 200 نيوتن إذن كل هذه معلومات حول المرحلة الأولى ثم على الجزء الخاشن إذن على الجزء الخاشن قلنا A B قلنا السرعة هي 15 متر على الثانية الزمن هو 20 ثانية وF M هي 200 نيوتن على الجزء B C الآن تواصل السيارة سيرها على هذا الجزء حيث تصل سرعتها عند النقطة C 25 متر بار سيجون إذن لاحظوا معايا قلنا في النقطة C رح توصل السرعة تحى V C تساوي 25 متر على الثانية طبعاً المدة الزمنية من B إلى C هي 15 ثانية معايا تساوي 15 ثانية إذن هذا بالنسبة للجزء B C ثم نكمل القراءة إذن على الجزء CD تتناقص سرعة السيارة حتى تتوقف عند النقطة D وذلك باستعمال المكابح لمدة 25 ثانية إذن قلنا على الجزء CD إن هذا هو الجزء CD رح تتوقف السيارة توقف هنا عند النقطة D معايا هنا يا V D تساوي الصفر طبعاً والمدة طبعاً المدة الزمنية من C إلى D هي 25 إذن T يساوي 25 ثانية السؤال الأول هو مثل القوى المؤثرة على السيارة خلال كل مرحلة إذن هنا رح نمثل القوى المتبقة على السيارة خلال كل مرحلة إذن نبدأ بالمرحلة الأولى طبعاً المرحلة الأولى أول قوى هي لدينا قوة الثقل إذن قوة الثقل السيارة وقوة رد فعل طريق على السيارة إذن عندنا قوة الثقل وقوة رد الفعل إذن قوتين طبعاً متساويتين في الشدة ومتاعاكستين إذن هذه قوة الثقل وهنا أرد فعل الطريق على السيارة وكذلك لدينا القوة المحركة القوة المحركة وهي FM تساوي 200 نيوتن طبعاً مثلها تمثيل كيفي إذن لم يعطلنا السلم إذن مثلها كيفياً وتمثيلها يكون من المركز إذن هذه هي القوة المحركة وهي FM طبعاً بما أن السرعة ثابتة معناها حركة مستقيمة منتظمة إذن بوجود FM معناها توجد قوة أخرى معاكسة لFM لكي تبقى الحركة مستقيمة منتظمة إذن وتوجد قوة وهي قوة الاحتكاك إذن هناك قوة الاحتكاك تكون مساوية للقوة المحركة قوة الاحتكاك F صغيرة نرزلها وهي قوة معاكسة لقوة للقوة المحركة وتساويها في الشدة لماذا؟ وذلك حسب مبدأ العطالة يعني حسب القانون الأول لنيوتن إذن هذه هي القوة المتبقة على الجسم في المرحلة الأولى الآن بالنسبة للمرحلة الثانية توجد قوة الثقل قوة رد فعل الطريق على الجسم وكذلك القوة المحركة ولكن لا توجد قوة الاحتكاك إذن هنا الحركة رهي متسارعة إذن لدينا قوتين قوة الثقل قوة الثقل قوة رد فعل الطريق على الجسم وكذلك القوة المحركة التي تؤدي إلى تحريك السيارة إذن بهذا الشكل إذن هذه هي القوة المتبقة على الجسم في المرحلة الثانية الآن المرحلة الثالثة طبعا المرحلة الثالثة لدينا قوة الثقل دائما وقوة رد فعل الطريق على الجسم وتوجد قوة الاحتكاك لماذا؟ لأنه هنا استعملت المكابح استعملت المكابح ولذلك فنقصت السرعة وبالتالي فعند النقطة D أصبحت السرعة معدومة وتوقفت السيارة إذن هنا توجد قوتي إذن قوة الثقل وقوة رد الفعل دائما إذن هنا P و R وتوجد قوة الاحتكاك إذن توجد قوة الاحتكاك وهي F فقط هذو هما القوى المسببة أو المؤثرة على الجسم على السيارة الآن السؤال الثاني إذن السؤال الثاني ما هي شدة القوى المعيقة للحركة خلال المرحلة الأولى؟ إذن كنا في المرحلة الأولى بما أن الحركة مستقيمة منتظمة لماذا؟ لأن السرعة ثابتة يعني من A إلى B كانت السرعة ثابتة وبالتالي الحركة مستقيمة منتظمة كنا حسب القانون الأول لنيوتن فإن محصلة القوى تكون معدومة لذلك قوة الثقل تعديم قوة رد الفعل إذن لابد من وجود قوة الاحتكاك التي تعاكس القوى المحركة وتكون مساوية في الشدة يعني قوة الاحتكاك تساوي القوى المحركة إذن طبعا هذا حسب مبدأ العطالة الذي يقول أن محصلة القوى يكون معدوما إذن السؤال الثاني إذن السؤال الثاني قلنا شدة شدة قوة أو القوة نعم شدة القوة المعيقة شدة القوة المعيقة للحركة للحركة خلال المرحلة الأولى خلال المرحلة الأولى قلنا ماذا يمكن أن نكتبها بما أن الحركة مستقيمة منتظمة إذن يتحقق القانون الأول لنيوتن وبالتالي فإن القوة المعيقة شدتها تساوي إلى القوة المحركة وتساوي ماذا؟ تساوي 200 نيوتن وهذا قلنا حسب القانون الأول لنيوتن لأن الحركة مستقيمة منتظمة علش قلنا حركة مستقيمة منتظمة لماذا؟ لأن السرعة راهي ثابتة إذن مباشرة قلنا وهذا حسب القانون الأول لنيوتن يعني محصلة القوة معدوم ما معنى محصلة القوة معدوم؟ معنى مجموع القوة تساوي الشعاع السفري هذا هو القانون الأول لنيوتن إذن حسب مبدأ العطالة حسب مبدأ العطالة إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني السؤال ثلاثة الآن أرسم بيان السرعة بدلالة الزمن إذن راحي للسؤال ثلاثة إذن السؤال ثلاثة أرسم بيان في بدلالة تي معتها في دلالة الزمن أثناء الحركة وذلك باعتبار مبدأ الأزمينة تي تساوي السفر عند النقطة A إذن هنا راحي نرسم مخطط السرعة وذلك حسب طبعا قيم السرعة التي أعطيت لكم في التمرين والمجال الزماني إذن راحي نرسم مخطط السرعة إذن سؤال ثلاثة مخطط السرعة اللي هو V تساوي F إذن قلنا طبعا مخطط السرعة باش نرسموه لازم نديرو المجال الزماني وكذلك قيم السرعة إذن مجال الزماني وقيم السرعة طبعا على حساب القيم اللي راحهم عندنا في التمرين إذن إحنا أكبر سرعة هي 25 إذن أكبر سرعة هي 25 هايليك هي 25 متر على الثانية وطبعا نجب نديرو السلم نقدر نديرو السلم 5 10 15 20 25 إذن إذن هنا مثلا نديرو السلم بهذه الطريقة مثلا عندي هنا يا 5 هنا عندي 10 15 20 25 إذن بهذا الشكل 15 15 15 20 25 هي أكبر سرعة متر طاق السوريقوند وزمن أكبر قيمة للزمن طبعا الزمن لازم نتجمعه إحنا عنا في المرحلة الأولى عندي زمن من A إلى B هو 20 ثانية من B إلى C هو 15 ثانية ومن C إلى D هو 25 ثانية معنى هكين نجمعه 20 زائد 15 تعطينا 35 زيدو لها 25 تعطينا 60 ثانية وبالتالي هنا لازم نديرو السلم بتاعنا يعني حتى 60 ثانية نقدر نقسم مثلا نقدم نقدر نقسم بهذا الشكل يعني ندير كل واحد سنتيمتر قبله مثلا 10 ثانية إذن هنا 10 20 30 40 50 60 إذن هنا الزمن راهو بالسيجوند إذن هنا قلنا 10 20 30 40 50 60 طبعا على حساب الأزمينة اللي راهي عندي الآن كنا المرحلة الأولى السرعة كانت ثابتاش هل كانت السرعة السرعة كانت 15 متر 15 متر على الثانية إذن هايلي 15 مدة المدة الزمنية كانت 20 ثانية معنتها معي 20 إذن رح نسقط هنا بهذا الشكل رحو نمثلو مخطط السرعة إذن بهذا الطريقة بهذا الطريقة نمثلو مخطط السرعة إذن نمثلو المرحلة الأولى قلنا السرعة راهي ثابتة إذن هذه هي المرحلة الأولى وكانت السرعة 15 الآن المرحلة الثانية السرعة طبعا تزداد قلنا المرحلة الثانية سرعة ازدادت يعني حتى لحقت في الموضع السي لحقت 25 متر على الثانية معنتها هنايا السرعة رايح تزيد المدة المدة الزمنية هي 15 ثانية إذن 20 نزيدو لها 15 جينا هنا في 35 جينا في 35 ورايح تطلع قلنا السرعة والات 25 إذن 35 مع 25 بهذا الشكل إذن بهذه الطريقة بهذه الطريقة تقدروا ترسموا المخطط مخطط السرعة إذن هنا قلنا مع 25 متر على الثانية معنتها السرعة رايح تزداد في المرحلة الثانية يعني من نقطة النقطة B ثم من B إلى C هذه هي المرحلة الثانية يعني هنا عندي نقطة نقطة C ثم المرحلة الثالثة رايح تتناقص السرعة تتناقص إلى أن تنعدم طبعا يعني عند النقطة D تصبح السرعة معدومة يعني رايح تلحق حتى هذه القيمة اللي هي قيمة السرعة اللي هي صفر والمدة الزمنية هي 25 معنتها من 35 حتى 60 كاين 25 ثانية إذن ستحبط مباشرة تتناقص السرعة بهذا الشكل بما أنه استعملت المكابح إذن بهذا الطريقة إذن هذا هو الشكل السرعة أو مخطط السرعة الآن نشوف السؤال الآخر بعدما رسمنا مخطط السرعة لاحظوا إذن السؤال ربعا يستنتج بيانيا المسافة المقطوعة في المراحل الثالثة طبعا نحن شفنا أنه المسافة المقطوعة بيانيا تحسبه باستعمال المساحة مساحة الشكل إذن مثلا بالنسبة للمرحلة الأولى عندنا مساحة الشكل هي مساحة المستاطيل هذا إذن نحسب مساحة المستاطيل وهي 20 في 15 مالتها الطول في العرض والشكل الثاني أو عفوا المرحلة الثانية عندي شبه منحارف إذن المساحة مساحة منحارف وهي القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى الكل في الارتفاع قسمة اثنين أما الشكل الثالث أو المرحلة الثالثة هي مساحة المثلث إذن بهذا الشكل أخم تعرفوا هذا طبعا كيفية حساب المسافة درناها في الفيديو السابقين إذن الآن قلنا نحسب المسافة المقطوعة من طرف المتحرك خلال كل مرحلة إذن السؤال أربعة المسافة المقطوعة من طرف المتحرك أو من طرف السيارة إذن نشوف المرحلة الأولى المرحلة الأولى كنا مساحة المستطيل عبارة عن طول في العرض إذن X نسميها X1 تساوي 20 من نحت الهنا 20 في 15 في 15 إذن راح نلقا 300 متر إذن 300 متر هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية الآن المرحلة الثانية قلنا مساحة شبو منحارف إذن هاي لك القاعدة الصغرى اللي هي 15 القاعدة الكبرى اللي هي 25 في الارتفاع اللي هو طبعا 15 من 20 حتى 35 كائن 15 قسمة 2 إذن مساحة شبو منحارف إذن نسميها هذه المسافة نسميها X2 تعطينا قلنا القاعدة الصغرى قلنا هي 15 مباشرة نتعرف للقوانين هذو زائد القاعدة الكبرى هذي كامل اللي هي 25 هكذا في الارتفاع هذا هو الارتفاع اللي هو 15 قسمة 2 والنتيجة راح نلقوها كذلك 300 متر إذن هذه المرحلة الثانية الآن المرحلة الثالثة هي مساحة المثلث إذن المرحلة الثالثة إذن المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة كنا هي مساحة المثلث مساحة المثلث هي قاعدة في الارتفاع قسمة 2 إذن القاعدة هي 25 يعني من 35 حتى 65 في الارتفاع هذا كامل هو 25 قسمة 2 إذن X 3 تساوي 25 في 25 قسمة 2 معانتها X 3 تساوي 312 12 فاصل 5 متر إذن هذه هي المسافة المقطوعة في الطور الثالث الآن المسافة الكلية نقدروا نجمعها إذن المسافة المسافة الكلية يعني الأطوار الثلاثة هي X تساوي X 1 زايد X 2 زايد X 3 ونعوض قلنا 300 زايد 300 زايد 312 فاصل 5 وبالتالي رح نلقاو 912 فاصل 5 متر إذن هذه هي المسافة رح نتلقاوها يعني المسافة التي قطعتها السيارة خلال المراحل الثلاثة إذن هذا هو التمرين التمرين عبارة عن نموذج الفرض أو نموذج اختبار إذن إلى حسة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم